ضمن محاولات حكومة الاحتلال لضم الأغوار وتهويدها يعتزم الاستيطان في حكومة الاحتلال زائف إيلغين ترحم خطة أمام الحكومة للمصادقة عليه يقضي بمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار الفلسطينية في غضون أربع سنوات الخطة تهدف الدرجة الأولى لمضاعفة عدد المستوطنين في منطقة الأغوار حالياً يقول الجهاز المركزي للإحصال الإسرائيلي أن في منطقة الأغوار كرابة 1500 عائلة من المستوطنين الخطة لرفع هذا الرقم إلى 3000 عائل خلال السنوات الأربعة القادمة وستخصص الحكومة الإسرائيلية 90 مليون شيكل ستنفق على مدار الأربع سنوات القادمة على هذه الخطة الاستيطانية بالإضافة إلى ذلك ستقوم الحكومة بتدفع تكلفة تطوير الأراضي التي سيتم شراءها من كبير المستوطنين في هذه المستوطنات المخطط لا يشمل بناء مستوطنات جديدة إنما مضاعفة عدد المستوطنين في المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين في الأغوار من خلال بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية هذا القرار أصلا هو سار المفؤول والاحتلال والمستعمرون يكونون بشكل يومي في توسعة هذه المستعمرات والبناء وحدات سكنية جديدة ولدينا توطيق لكافة البنايات التي أكيمت داخل هذه المستعمرات هناك إغلاق قامل للأراضي الفلسطينية التي تقع في منطقة الحمي وأصبح المواطن الفلسطيني والسكان الفلسطينيين محاصرون داخل التجمع في منطقة الحمي لا توجد هناك الآن مراعي لا يستطيع المواطن التوجه إلى أرضه هناك ما يزيد عن 30 ألف دلم أصبحت مغلقة أمام المواطنين الفلسطينيين ولصالح هذا المستعمر الذي أقام هذه البؤرة الاستعمارية على أراضي المواطنين في الآونة الأخيرة وحسب مراقبون تعمل حكومة الاحتلال على استقطاب المزيد من المستوطنين إلى الأغوار عبر منحهم امتيازات خاصة وإعطائهم الضوء الأخضر للسيطرة على التلال والتوسع على حساب الوجود الفلسطيني هذا المخطط والذي يصب لصالح ضم الأغوار يؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية بسياستها الاستيطانية وقتل حلوم إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 من الأغوار الشمالية مي المصري تلفزيون فلسطين ترجمة نانسي قنقر